بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملء وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من وتفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاص الله هو حسين ولقد زينا سماء الدنيا بمصابح وجعدناها رجوما لشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنب وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج وسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في الظلال وكبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغنب لهم مغفرة واجرها كبير واسروا قولكم بجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمرة ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تبور أم أمرة ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقمض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جود لكم يغسركم من غدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرون أمن هذا الذي يمزقكم من أمسك رزقه بلجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لما تشفرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة تنسيات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إلا لك لي الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب مني قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في الظلال المبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء ماين أرأت بالله صدق الله العظيم